لاعب المنتخب الاردني يزن العرب في تصريح صحفي قائلا نحن جاهزين لمواجهة المنتخب العراقي في اي مكان وملعب نحن الاردن لا نخشى احد سواء كانت اللعبة في العراق او خارج العراق هذا لا يهمنا نحن فاتحنا الاتحاد العراقي من اجل اقامة مباراة ودية لكن كان رد الاتحاد العراقي مخجر جدا بعدم قبولهم المباراة الودية وهذا ما يدل على خوفهم من المنتخب الاردني لذاك على الشارع الرياضي العراقي والاعلام العراقي الوقوف عن التحدث بهذا الموضوع لانهم هم من رفضوا ذلك المحلل الصعودي حمد ردبيخي ينهي اكرة القدم العراقية بالقول مبارك لكرة القدم العراقية على التطورات الملحوظة وهذا الشي بدأ من دوري نجوم العراق والتأهل الى اولمبياد باريس وكذلك تأهل الشباب الى نهائيات كأس العالم والان لاعبين عراقيين يلعبون في افضل دوريات العالم علي الحمادي يلعب في افضل دوري بالعالم وهو الدوري الانكليزي وهو رقم واحد في اوروبا بالاضافة الى علي جاسم سوف يكون في ثالث دوري في العالم وهو الدوري الايطالي الف مبروك للعراق هذا الانجاز لانه لم يأتي من فراغ ولكن اتى من جهود كبيرة من عدنان درجال الدوري الانكليزي يبدأ الجولة الاولئة بقمة عربية بين النجم العراقي علي الحمادي والنجم المصري محمد صلاح ستشهد اول مباراة لليفربول ضد ايب سويتشتاون علي ايرض ايب سويتشتاون كما اكد لكم موقع المستديرة الرياضية سابقا شرط المدرب كاساس وراء عدم انتقال علي جاسم للنادي الايطالي فشل صفقة انتقال علي جاسم لنادي كومو الايطالي بسبب اسرار النادي الايطالي على خوض اللاعب تجربته مع الرديف وهذا الشرط وضعه نادي الكهرباء لانتقال اللاعب بعد الموافقة على العرض المالي لنادي كومو توضيح نادي الكهرباء كان يبحث عن مصلحة اللاعب منذ اللحظة الاولى ووافق على العرض المادي القليل مقابل ان يخوض اللاعب تجربته مع الفريق الاول وهذا ما رفضه النادي الايطالي المدرب كاساس هو من طلب من نادي الكهرباء ضرورة وضع شرط في انتقال اللاعب علي جاسم وهو ان يلعب مع الفريق الاول حصرا نظرا لحاجته لللاعب في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 حيث اكد على ان اللاعب يجب ان يلعب في الفريق الاول لاي نادي مهما كان اسم وحجم النادي وتم وضع هذا الشرط لمعرفة نية النادي الايطالي الذي قابل هذا الشرط بالرفض بل واعترف على وجوب تدرج اللاعب في الفرق المختلفة للنادي الاكتساب الخبرات لاعداده لللاعب في السيريائه مستقبلا رئيس الهيئة الادارية لنادي الكهرباء علي الاسدي في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا التأكيد على ضرورة ان يكون تعاقد لاعبنا علي جاسم مع الفريق الاول لنادي كومو جاء من اجل تعزيز قيمة اللاعب الفنية كونه ثروة وطنية واحد الاسماء المهمة لمنتخبنا الوطني مؤخرا تلقين اتصال من قبل المدير الفني لمنتخبنا الوطني كاساس اوضح من خلاله ضرورة ان يكون تعاقد علي جاسم مع الفريق الاول الكومو لعدة جوانب في مقدمتها ضمان تواجده اللاعب في رتم عالي مع النادي الايطالي سيما وان العراق مقبل على التصفيات المؤهلة للمونديال وهذا ما تم اعتماده من خلال مفاتحة النادي الايطالي الذي وافق في مخاطبته الاخيرة نصيحة السيد كاساس تدل على امر في غاية الايجابية يتمثل في متابعة جميع لاعب المنتخب الوطني والبحث عن الجوانب التي تسهم في تطوير اللاعبين الذي سينعكس في المحصلة النهائية على المنتخب الوطني المفاوضات ايجابية جدا ووصلت الى مراحل متقدمة للحسن بشكل رسمي ونتمنى ان يكون علي جاسم نافذة لبقية المواهب العراقية للتواجد في الملاعب الاوروبية يواجه نجم المنتخب العراقي علي الاحمادي المحترف في صفوف اكسويتشتاون الانكليزي منعطفا مهما في مشواره الاحترافي مع فريقه الانكليزي مع قرب انطلاق الموسم الجديد وانتقل الحمادي الى صفوف اكسويتشتاون الانكليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف فريق وينبلدون بعقد يمتد حتى 30 يونيو حزيران 2028 جلسة لتحديد مصير علي الاحمادي وقالت مصادر لموقع المستديرة الرياضية ان لاعب فريق اكسويتشتاون الانكليزي علي الحمادي بات امام مفترق طرق مع فريقه الانكليزي اذ من المؤمل ان يعقد جلسة مع ادارة النادي والكادر التدريبي لمعرفة مصيره مع الفريق وهل سيغادر على سبيل الاعارة ام انه سيكون ضن خطط المدرب كينما كينا للموسم القادم واضافت ان الحمادي يمتلك فعليا عرضا من فريق اكسفورد الناشط في دوري الدرجة الاولى الانكليزي اذ يرغب الاخير في ضمه على سبيل الاعارة خاصة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها الاحمادي مع اكسويتشتاون في الموسم الماضي ومساهمته الكبيرة في تأهل الفريق الى البريميرلغ وتابعت رغبة علي الاحمادي هي البقاء مع اكسويتشتاون خصوصا بعدما حقق الانجاز بالتأهل الى البريميرلغ وايضا لتأقلمه الكبير مع المدينة والبيئة المحيطة به في النادي ومع الكادرين التدريبي والاداري وكذلك مع زملائه اللاعبين الذين يكنون له كل الاحترام واشارت المصادر الى ان الحمادي متحمس للغاية للعب الموسم المقبل في انكيلترا خصوصا وان اللاعب قد اجرى عملية جراحية ناجحة في العضلة المقربة اذ بات على اعتاب الدخول الى مرحلة التأهيل من الاصابة كي يدأ الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه ونوهت الى ان الحمادي سيكون جاهزا للرقض مجددا في الاسبوع الاول من يوليو تموزا مقبل والمدرب ماكينة وجه له الدعوة للدخول في معسكر الفريق الاعدادي في الننسا الذي قد يكون حاسما لمعرفة مستقبل اللاعب مع فريقه الانكليزي واشارت المصادر علي الحمادي سيحاول تأجيل اي قرار يخص مستقبله خصوصا وان عقده مع اكسويتش تاو نازال ساريا بالتالي فان الحمادي سينتظر حتى يناير كانون الثاني الفين وخمس وعشرين ليحسم بعدها مستقبله بشأن البقاء او الرحيل عن صفوف النادي ولعب علي الحمادي مع اكسويتش تاونا الموسم الماضي اربع عشر مباراة في التشام يونشيب سجل خلالها اربع اهداف وصنع اخر وسيكون امام فرصة ليغدو اول لاعب عراقي يشارك في البريميرليغ في حال استمراره مع فريقه الحالي بحسب ما نشر معرض الكرة العراقية المفاوضات بين نادي كومو الايطالي ونادي الكهرباء ما زالت مستمرة الانباء تشير ان اللاعب علي جاسم سيلعب في فريق الرديف وليس الاول نجم المنتخب العراقي علي جاسم اتفق بشكل رسمي مع نادي كومو الايطالي والمتبقي فقط توقيع العقد اوضحت مصادر معرض الكرة العراقية الى ان اللاعب علي جاسم قام بالتوقيع لنادي كومو الايطالي الرديف وليس الاول لكن ان اللاعب علي جاسم لم يكن يعرف انه وقع للرديف حيث انه اتفق مع النادي الاول وليس الرديف لكن عندما قبل جميع الشروط ووقع على العقد المبرم لاربعة مواسم اتضح انه قد وقع مع الرديف قد تكون هناك مؤامرة من قبل الوفد المرسل من قبل نادي كومو الايطالي لكن علي جاسم اشترط على ناديه كومو المشاركة في اولمبياد باريس رفقة الاولمبي العراقي والنادي وافق على المشاركة شكرا